تراكمات شون أثرت على هذا الجيل وهذا الشباب الواعي وشون قدر يعني ينتفض هاي الانتفاضة السمية اللي شاهدنا يعني أولا أنا أقول أن العراق اليوم غير منقطع عن العالم وبالتالي المجتمع العراقي معني بهذا وإذا قلنا المجتمع محرك المجتمع هم والشباب عالم الميديا متواصلين وبالتالي لهم علاقات حتى ليس فقط داخل المجتمع العراقي وبالتالي طبعا هذه علامات مهمة جدا اليوم طبعا نقطة مهمة جدا ما نتكلم بمفهوم الزمان والمكان هذا المكان اللي هو مادي تغير هذا المفهوم بعد تقدم العالمة والثورة الإلكترونية أصبح مفهوم الزمان المكاني عبر عن هذه الشاشة وبالمناسبة طبعا نقلتني إلى موضوع مهم جدا سنة 2020 ربما هناك عشر انتقالات مهمة جدا مرة في علوم الثورة الإلكترونية التي استخدمها المجتمعات يعني بمعنى أنه هناك آليات جديدة